ازايكم عاملين ايه اخباركو النهاردة? اه النهاردة هنعمل فيديو اه جديد او الفيديو التاني من موقع الموقع طبعا قلنا لربح الروبل الروسي. وطبعا كنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن شوية معلومات كده وكلام مهم عن الاستثمار وكواعد الاستثمار عموما. وان الاستثمار مجال خطير مش مجال سهل. انت مش داخل تخط في فلوسك في بنك. اه مسلا حكومي فانت عارف اه ان الدنيا كده كده امان. لأ انت هنا في مجال الاستثمار انت حاطت فلوسك في موقع انت ما تعرفش مين صحابه او هم عادين اه فين او مكانهم فين او الكلام ده كله. فانت بتدخل لازم بقدار اطراص مال كويسة جدا وحسابات كويسة جدا عشان تحمي نفسك من الخسارة وده اللي كلنا اتعلمناه مع مرور الوقت. اه في المجال ومع خسار اه كتيرة جدا جدا جدا. وقدرنا من خلالها ان احنا نتعلم ازاي يبقى عندنا ضبط نفس وازاي اه نبقى بنشتغل على المواقع. اه اه بنقدر ان احنا نخرج منها كسبانين. اه من غير ما نخسر او من غير ما محفظتنا او فلوسنا اه تروح. اه تمام? وتاني حاجة كنا اتكلمنا فيها ان انت متلومش اي حد على قراراتك. اه اه انا مسلا واحد من الناس برفع الموقع اول ما بينزل وبستسمر فيه معاكم ووقت ما بيقفل او بيوقف دفع فبيوقف دفع علينا كلنا مش عليكم انتو وانا بيستمر الدفع معي. لا بيوقف الدفع علينا كلنا. اه تمام اه تمام يا جماعة ده الكلام اللي قلناه فبلاش ان انت لما موقع يوقف دفع او الكلام ده كله ان انت تلوم حد تاني او تلوم اللي لك على الموقع او الكلام ده كله هو ملوش اي زنب هو مجرد ان هو بيقول لك على الموقع وخلاص وزي وزيك اه مستثمر فيه المكسب اه اه عليك وعليه والخسارة برضو عليك وعليه. تمام طب يلا بينا اه نقول اللي قلناه عن الموقع اه اه في الفيديو اللي فات اه طبعا احنا قلنا اللي هو الربح الروبل الروسي والحد الادنى اه للسحب والاداع فيه ميتة روبل. وطبعا كنا عملنا له اه اثبات اه سحب اه في الفيديو اللي فات الفين روبل والنهاردة برضو هنعمل اه فيديو اثبات اه سحب جديد من الموقع. هنقول بس على طول كده الخطف بتاعة الموقع عشان اه اللي ما شافش الفيديو اللي فات. اه الموقع زي ما انتم شايفين ده يعتبر لسه اول يوم ليه يعني الداخل في اليوم التاني اهو. اه ديز زي ما انتم شايفين كده. اه تمام لو نزلنا تحت هنلاقي الخطط. الخطط بتبدأ من مية وعشرين في المية خلال اربعة وعشرين ساعة والربح بينزلك كل ساعة والحد الادنى في الخطة دي ميتة روبل. الخطة اللي بعد كده مية وخمسين في المية بعد اربعة وعشرين ساعة والربح برضو بينزل كل ساعة والحد الادنى الف روبل. الخطة اللي بعد كده امتين في المية بعد اربعة وعشرين ساعة والربح بينزل كل ساعة والحد الادنى آآ تلات تلاف روبل وهكذا في خطط آآ كمان بعد كده بس انا شايف آآ ان احنا ما ما نزودش عن الميتين في المية ودي ان شاء الله اللي انا آآ هبدأ فيها بس بعد ما نعمل عملية آآ السحب وعلى بعض طبعا طريقة التسجيل سهلة جدا مش آآ آآ مش هضيع فيها وقت انت المفروض بتدوس على مينيو هنا وبتدوس على وتسجل آآ آآ ما بيتطبش منك حاجات كتير خالص يعني تمام او بتدوس هنا كريت انا اكاونت وبرضو بتدخل تكتب آآ البيانات بتاعتك وبعد كده بتكون انت سجلت خلاص طب يلا انا مسجل خلاص وادع على الموقع هنخش كده على الاكاونت بتاعي على طول آآ زي ما انتم شايفين كده دي القايمة هي بتاعتنا آآ من هنا بتعمل آآ اداع من لو دوسنا عليها كده هيطلع لك الخطط اللي كنا شرحناها في آآ من شوية في الخطط بتاعت الموقع تمام بتنزل هنا بتختار الخطة اللي انت عايزها تمام ولا يكن مسلا نختارنا المية وخمسين في المية بتختار انت هتدفع عن طريق ايه بيير ولا بيرفكتوماني ولا كيوي ولا طرق الدفع الدفع اللي موجودة هنا كلها وبعد كده هنا بتنزل تكتب المبلغ اللي انت عايز تودعه واقل حاجة ميت آآ ميت روبل وبعد كده بتدوس بعد كده بيدخلك على صفحة الدفع تدفع على طول آآ وتكمل الادع بتاعك هنا آآ من تالت اختيار ده بتدخل عشان آآ نسحب هنخش دلوقتي نسحب مع بعض هنا بيقول لي الرصيد المتاح معايا الف امتين واربعين آآ آآ روبل بس اعتقد ان هو مش كله على البير الثانية آآ كده احنا على صفحة آآ السحب هنزل كده هنختار ان احنا هنسحب على بير تمام معنا هنا متاح الف امتين واربعين آآ روبل آآ في منهم خمستاشر روبل تقريبا آآ بير فكتماني فمش هنقدر نسحبهم فهنكتب هنا الف امتين وتلاتين وده زي ما انتو شايفين آآ آآ السحب آآ بتاع انبارح آآ والصحب اللي احنا عملناه انبارح من الموقع كان بالفين واربعين روبل والحمد لله آآ تم بنجاح آآ وطبعا كنا عاملينه على آآ القناة عندنا هنا في القناة اليوتيوب عاملينه آآ في الفيديو اللي اللي عايز يتأكد منه يرجع في القناة ويتفرج على الفيديو وبعد كده هندوس بيقاوت بسم الله هنشوف كده قال لنا ايه هنا قال لي آآ المتاح آآ للصحب من بير الف امتين خمسة وعشرين روبل وخمسة وسبعين سنت من الروبل طيب خلاص هنسحبهم هنكتب هنا المبلغ اللي هو كتب هنه اللي هو المتاح للصحب عن طريق آآ بير تمام او هندوس بيقاوت بسم الله اينا زي ما انتم شايفين قال لنا آآ تم طلب السحب بنجاح آآ انتظر موافقة آآ الادارة تمام يا شباب انا هوقف الفيديو دلوقتي واول ما هيوصل لنا السحب بازن الله هارجع وكمل الفيديو آآ رجعت لكم تاني آآ والحمد لله السحب وصل لنا لو عملنا آآ رفريش كده للصفحة اللي كنا فيها اللي هي صفحة آآ السحب اللي كتبنا فيها المبلغ اللي احنا طلبناه للصحب. ولو نزلنا كده تحت في الاخر خالص هنلاقي ان العملية هي اللي اتكتبت آآ بالف متين خمسة وعشرين روبل آآ على محفظتنا البير والحمد لله اللي بتاعتها آآ او الحالة بتاعتها ان هي تمت بنجاح ولو بصينا هنا فوق على الاشعارات هنلاقي ان جلنا اشعار آآ من بير آآ بوصول الف متين واربعتاشر روبل طبعا في رسوم تحويل بسيطة اتخصمت آآ وجلنا الرسالة على الجيميل لو فتحناها كده نبص عليها. نلاقي ان تم وصول الف متين واربعتاشر روبل النهاردة هو واحد وعشرين واحد عشرين اتنين وعشرين آآ من موقع تمام يا شباب ياريت ناخد بنا من الكلام اللي قلته في اول الفيديو عن قواعد والمخاطر بتاعته والكلام ده كله. واللي حابب يستغل الموقع برضو آآ يستغلوا بقدارة راس مال كويسة ويحسب حساباته كويس جدا جدا جدا. آآ قبل ما يبدأ يستثمر في الموقع وما تلومش الاخرين على اي قرار آآ انت بتاخده. تمام? يلا يا شباب ربنا يوفقنا واشوفكم على خير بازن الله.